اذا قرأنا الكلام اللي كتب الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه الله والأستاذ دكتور عبد العزيز صالح والأستاذ الأثار في كلية الأثار جامعة القاهرة والرجل العظيم وزير الثقافة ثروة عكاشة كلهم قالوا أن التوحيد بدأ في مصر من قبل الأسرة الأولى وأيضا الأجانب وعلى رأسهم ماس بيرو وعلى رأسهم بروكش وعلى رأسهم ويل جيرانت ويل جيرانت يقول قمة القمم في التوحيد ظهرت في مصر منذ الأسرة الأولى وبعن نجد على اللي أكد هذا على جدران في هرم أناس بالهيروغليفية مكتوبة وباللغة المصرية القديمة مكتوبة واع واع واحد أحد نن سنو ليس له ثاني نن يعني نو ليس سنو يعني اثنين فواع التي جاءت منها الكلمة الإنجليزية ون واع واحد أحد ليس له ثاني بيت الوضوء اسمه بر دوة بر يعني بيت ودوة بالميتاستيزز إذا ألابت الكلمة تبقى وضوء وكان قبل الصلاة يذهبون إلى بيت الوضوء ولغاية النهاردة أي واحد يحج ويقابل واحد باكستاني وعاوز يسأل على بيت الوضوء يقوله البردو فين البردو اللي هي بر دوة بقت بردو على طول وعندنا جدارية للملك مينة تلميزه شايله أبريق مية وتشب تشب اللي هي بقت شب شب دلوقتي عندنا آلاف الكلمات مصرية بنقولها مش عارفين أنها مصرية قديمة المهم كان يرجع يبقى إمم اللي هو هي أم المصلين اللي قاعدين في صفوف صفوف وإمم اللي هي بقت إمام دلوقتي بالمصرية القديمة هي إمم وكانوا يسجدون بأذقانهم حتى يواجهون الإله بوجوههم وجاء ذكرهم في القرآن الكريم أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا ما قالش للجباه هم كانوا يسجدون بأذقانهم حتى يواجهون الإله بوجوههم وجاء ذكرهم في القرآن الكريم ومشا تستغرب يعني القرآن الكريم ذكر عنهم حاجات كثيرة جدا ما من أمة إلا ورسلنا لها رسوله وما من رسول إلا ورسلناه بلغة قومه وهو إلى آخره ومن الرسل من قصصت عليك وما لم نقصص عليك وهو إلى آخره فهم عرفوا الجدوء وعرفوا الصلاة وعرفوا الصيام كلمة صوم كلمة مصرية قديمة من صاو يعني يمتنع كلمة دين كلمة مصرية قديمة من دي يعني خمسة والنون شعيرة دينية فدين معناها شعيرة دينية خمسية قامت على التوحيد وقامت على الصوم وقامت على الصلاة وقامت على الحج حج كلمة مصرية قديمة معناها النور أو الضياء وآز كلمة مصرية قديمة وتجد صورة تفسيرية زي التمانية كده المتجه إلى فحج آز معناها المتجه إلى النور أو المتجه إلى الضياء وأخيرا معه كلمة مصرية معناها الزكاة والنون شعير الدينية في القرآن الكريم ويمنعون المعون أي يمنعون الزكاة وده تفسير إبن كثير مجلد خمس